وفي كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي ويمكن صوت الحرية في مدان التحرير كان عالي جداً بنعتذر للناس اللي في البيت اللي كانت مفزوعة مبارح من اللي بيحصل بس يعني هما لما يلاقوا 750 مصاب وقتيل أو 2 لسه مش متأكدين أكيد يبقى فيه مشكلة ومبارح كان الوضع والصور كيف بتفكرنا بـ 25 يناير خصوصاً إنه الشرطة يعني أنكرت وأنكرت إنها ضربت خرطوش معين الصور بطول إنه فيه خرطوش عموماً يعني ده وضع نتمنى يتحل ونتمنى إنعقد مجلس الوزراء اللي لسه هينعقد إن شاء الله الساعة 12 نتمنى والنبي السرعة شوية عشان بجد تعبنا بنرجع لفقرتنا مع أميرة صلاح إحدى مؤسسات فكرة مشروع خيرنا وأميرة كنتنا نتكلم عن أنتوا عندكم خطة للقضاء على الفقر طيب تعالين نتكلم على القضاء على الفقر لو اتكلمنا عنه يعني ببساطة إذا إحنا عندنا مشكلة إن إحنا عندنا عدد كبير جداً من السكان في القاهرة في العشوائيات غير الإحصاء الرسمي الناس اللي عيشة وسط أماكن مخططة ومجهزة هل أنتوا عندكم خطة للعشوائيات خصوصاً إنه الناس في العشوائيات دلوقتي غالبيتهم أرزقية يعني أرزقوهم يوم بيوم ودلوقتي الوضع الاقتصادي في حالة سيئة جداً الحقيقة هي الخطة تتعدى كمان العشوائيات يعني هي الخطة وتتعدى كمان الفقر يعني الخطة تحديداً هو إنهاء أي مشكلة موجودة في مصر سواء فقر سواء تعليم سواء حرية سواء يعني أي مشكلة تنموية موجودة في مصر أو خيرية هدفنا إن إحنا نحلها هي الفكرة بقى في السؤال هنا إزاي فعلاً نكونكت الناس اللي موجودة في العشوائيات في المناطق دي المشكلة إنه جامعيات كثيرة بتروح تأخذ من المناطق دي بس ما فيش حد يعرف مين بيعمل إيه وبالتالي ممكن تلاقي زي بالظبط في رمضان الناس كلها بتلمي شوانات رمضان وتلاقي مثلاً في منطقة متغطية زيادة عن لزوم في حين إن في مناطق تانية ما شافتش أي حاجة خالص فميزة خنة هنا إنه كل الناس شايفة بعض يعني لو إحنا عندنا في مصر كان فيه من فترة المشروع بتاع العشوائيات كان موجودة على خيرنا الميزة في المشروع ده إنه كاتب هو هيغرطي أنهي العشوائيات كاتب هو لما قد إيه إحنا على خيرنا عندنا زي كاونترس كده فتقدر تقول مثلاً أنا عايزة لما ألف جنيه تقدرتوها لمية خمسمية لمية ستتمية لمية سبعمية فتقدر تقيس التطور بتاع المشروع فبما إنك بقيت شايف كل حاجة بقيت شايف مين بيخدم إيه أنا لو أنا عايزة عمل النهار ده مشروع العشوائيات أنا عارفة إيه العشوائيات المتغطية والعشوائيات لسه محدش وصل لها وعارفة التطور اللي هنا وهنا إيه وكمان بقى فيه إن أنت تستفيد من تجارب غيرك يعني المشكلة عندنا إن إحنا ما فيش حاجة تتحل عشان مش بنستفيد من بعض نزلت مثلاً تعمل حاجة في عشوائيات وأنا معرفش حاجة عنها لما حاجة أنا جرب نفس تجربتك احتمال أقع في نفس الغلطات فالميزة دلوقتي إنه فيه مكان تقدر تكتب فيه اللي حصل وتجربتك بالزبط كتتعاملة إيه وتقدر تحل بيه المشاكل دي نتمنى أن الناس كلها تتواصل مع بعض إن فيه ناس كتير إيه وتعايز تعمل خير وفيه ناس كتير نزلت من نفسها كناسة الشوارع وناس لمت بعضها وجابت أصحابها وعملت ده نتمنى أن الناس كلها تتواصل مع بعض أميرة مصطفى صلاح إحدى مؤسسي فكرة مشروع خيرنا نورتينا ونتمنى لكم التوفيق ونجاح مسعيكم الحميدة لبلدنا ويا رب نبقى في ظروف أفضل مشاهدينا دي كانت فخرتنا انتظرونا مع آخر فقرة بعد الفاصل